ممكن أن نكون أمام فكر تصعيدي من كل الأطراف ومن الممكن لهذا الفكر أن يكون محدوداً بمعنى أن ترد إسرائيل على حزب الله لأنها ما زالت تتهمه وينكر ذلك حزب الله رداً محدوداً يعني عملية عسكرية في الجنوب اللبناني ربما تقوم حتى بما هو أبعد من الجنوب اللبناني ربما تصل إلى بيروت إلى صيدة إلى أماكن أخرى ربما كانوا من أنواع ضربات الردعية إنجاز التعبير وتقصرها على ذلك يعني لا توسى رقعة الرد ولا زمن هذا الرد وعندها ستلقي بالكرة من جديد في ملعب حزب الله هل سيقوم بالرد على الرد أم سيكتفي بما قام به إذا ما بالفعل ثبت ذلك أنه هو الذي قام به لأن كل المؤشرات الإسرائيلية والأمريكية الاستخباراتية والعسكرية تقول أن هذا الصاروخ غير موجود إلا عند إيران أو حزب الله فبالتالي الاتهام موجه صراحة لحزب الله حتى لو أنكر يعني هناك توافق إسرائيلي أمريكي على فكرة الرد بل وجوب الرد ولكن أمريكا تقول أن الرد لا يجب أن يوسع من دائرة النزاع في الشرق الأوسط هل هذا سيكون حاضرا؟ يعني هل سيفرط الأقض من الولايات المتحدة ولم تستطيع أن تسيطر على ما يحدث؟ ربما نكون أمام هذا السيناريو إذا ما قررت الفصائل الأخرى تحت لواء ما يسمى محور الممانعة ومحور المقاومة ألا يتدخل في هذه العمليات العسكرية المتبادلة